مرحبا برج السرطان رح أسوي لكم الحين التوقعات الأسبوعية للأسبوعين القادمين رح ننظر إلى جميع الأصعدة الصحية المهنية العاطفية إذا في أي رسالة مهمة أن تسمعونها رح تكون في القراءة بشكل عام أوكي وأيضا القراءة رح تكون حق الشمسي الطالع والقمري دائما الأولى الشمسي إلا إذا لم ينطبق عليك توجه إلى القمري الطالع إلى آخره شنو الرسائل أو الطاقات التي تكون متوفرة لك الأسابيع القادمة سبعة السيوف شنو قاعد تخبيها في برج السرطان أحس أن الشي على صعيد العاطفة برج السرطان في الفترة القادمة عندك سبعة السيوف كرت الحرامي في متصف الليل وعندنا كرت العربة التقدم إلى الأمام احتمال أنك بتعطي الآخرين واجهة أن أنت انتهيت من شخص ما علاقة معينة أن أنت الحين بخير وصل النهار لما الكيل يكونون محاطين يكونون حولك الناس عندي كرت العربة أنا بخير أنا قوي أنا مش محتاجة لأحد ولكن في منتصف الليل أنت قاعد تخبي قاعد تداري شنو الداري أنت وضعت الكثير من الجهد والآمال في هذا الشخص في هذه العلاقة واحتمال حتى في هذه المهنة تقدمت بطلب إلى شخص أخبرت مشاعرك إلى شخص قدمت على وظيفة معينة استثمرت الكثير من قلبك وعقلك في نفس الوقت عشان الموضوع يمشي وكنت متوقع أنه راح يمشي بما أنك عطيت الموضوع طاقة الثمانية وطاقة العربة عطيته كل ما عندك عرضت عليه كل شيء وحتى لو في جانب كان مخوف الطرف الثاني كنت تحاول أن تهدي مخاوفه ولكن عندك خيبة أمل تحاول أن تخفي الرف اللي واجهته ولحد الآن عندك أمل ثلاثة الأخصان الشخص الذي ينتظر وصل إلى مرحلة جيدة على الصعيد العملي ولكن لحد الآن ينتظر رجوع شخص شخص رفضه الشخص قال له يا برج السرطان لا أريد أن أكون معاك في علاقة على ذاك الشخص بالنسبة له وأنه الموضوع ولكن أشوفك يا برج السرطان أنت لحد الآن عندك أمل خلا نشوف هل أنت حدسك هنا قاعد يساعدك ولا قاعد يكون بدك حدسك موجود في كرت القمر في أمور معينة في الخفاء قاعدة تصير إحنا ما نشوفها شنو هي هاي الأمور مشاعر معينة الشريك قاعد يخفيها عنك أو الشخص اللي في بالك مو شرط أنه شريك أنت تعرف أو أنت حاس عندك كرت العالمة أنت حاس وإحساسك صح أن هذا الشخص يخفي عنك أشياء معينة شنو قاعد يخفي عنك مشاعره أنه أيضا يرغب فيك ولكن ليش دامن أنت يرغب فيه وهو يرغب فيك ما المانعة ما الذي يقف بينكم مشارط شخص ممكن يكون وظيفة حطين أيضا هم عينهم عليك العالمة ترى ولكن لا تنطق حطين عينهم عليك ممكن حتى في الوظيفة في محيط الأهل من أجل عرض زواج خليشوا في الكرت اللي سقط ولكن عندنا سبعة الأخصان أنا غير مستعد من أن أتخلى عن ثمانية الخماسيات أنا حاليا جدا مشغول أنا حاليا ما عندي وقت أحك راسي ما بالك أكون مع برج السرطان واحتمال إذا أنت انتظر عرض من وظيفة هم لحد الآن ما ردوا عليك أو قابلوا ردك بالراف لأن محيطهم جدا مشغول من أن يستقبلك حاليا ولكن الرفض هنا مو رفض نهائي لأنه سقط وأنا أخلط كرت الكوب في مثل يقول اللي بالقدر طلع الملاص الملاص هو المغرفة اللي في النهاية موجود هنا عندك عليك هنا أن تكون في إيمان تام شوف هنا الإيمان إيمان من أن ما تنتظر ما تتوقع سيأتي تجاهك سيأتي لك اللي من نصيبك من رزقك إن كان عمل إن كان نجاح إن كان دراسة وراح يخطئك جهودك سوف تقابل بنجاح ولكن إذا كان من نصيبك هذا الشيء إذا كان من مصلحتك لأن الكوب يفوض بمشاعر صافية الكوب داخله حقيقة لا تجامل فوجود هذا الكوب إهني بعد كل هاي الأمور بعد أمور أنا أريدك ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أكون معاك نحن نريد أن نوظفك ولكن ما عندنا شواغر حاليا هذا النوع أنت جدا واعد يا برج السرطان من أجل أن نسمح لك أن تنضم لنا في المشروع في الهجرة ولكن في أمور معينة ما نستطيع أن نتخطاها في النهاية الحقيقة ستظهر إهني عندك ثلاث الأخصان فوقها يقول لك خليك مرتاح ودائما نثق أن أنت في المكان الصحيح في الوقت الصحيح لا لا تقعد تنظر كثيرا إلى المستقبل إشلون رح ينتهي مع هذا الشخص بين هاي الشراكة لا تنظر لأن في النهاية الكوب ما رح يجاملك انظر إلى الكوب نفسه إهني يقول لك خفف التساؤل عن ما وراء السحب عندنا كرت برج الحود عندنا كرت ما وراء الكواليس في أمور ثانية في دوافع خفية شنه هي الدوافع الخفية ممكن تكون أي شيء ممكن يكون عذرواهي وممكن يكون سبب حقيقي وجاد ومش أنا ولا أنت اللي من حقنا ندخل في حياة هذه للأشخاص ودوافعهم ونقرر إذا لهم حد في ردة فعلهم في رفهم ولا لا ولكن تأكد أن في النهاية ينتظر الكوب هل هو من هذا الشخص من هذه الجهة من هذه الشركة أبدا غير مهم ينتظرك في نهاية الكوب إذا أنت ظليت مؤمن أن اللي من نصيبك واللي هو رزقك واللي في مصلحتك رح يحدث في نهاية المطافية برج السرطان رح ننظر إلى الصعيد الصحي إذا في أي رسائل ثانية عندنا عشرة الأغصان ما أدري ليش أحس يا برج السرطان نفسيتك في الفترة القادمة جدا مهمة رح تأثر على صحتك لا تشيل أهموم بكرة لا تشيل أهموم أكثر من أهمومك أيضا لما الإنسان يظل يفكر دائما ببكرة مع من سيكون هل سيتزوج هل سيحصل على الوظيفة اللي يريدها هل 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 لما تظل دائما عايش في الحاضر ولكن تفكر في المستقبل رح يوترك زيادة التوتر مثبت علميا أنه يأثر على الصحة هذه أول رسالة لك أوكي ودائما أنك تظل تعيد وتزيد طاقة الأكواب عندك تظل تعيد وتزيد في نفس الموضوع شوفوا هنا عندنا ثمانية أكواب الأشخاص كلهم رحلوا عن هاي الجمعة احتمال كنتوا كأنه في نفس الجمعة في محيط في تجربة معينة كل الأشخاص استطاعوا أن ينسحبوا من الموقف اللي أنت كنت فيه موقف رفضت منه خلاص شالوا متاعهم انتقلوا إلى وضع مختلف ولكن وجودك هنا في هاي النقطة بعدما الكل رحل الكل لقى لنفسه طريق ثاني حدف آخر غيروا استراتيجيتهم أنت لحد الآن قاعد تندب الأطلال وهذا الشي رح يأثر مو بس على حياتك العملية حتى على صحتك البقاء جالس لفترة طويلة من دون حراك سواء حرفيا الدم رح يتحرك في جسمك أو على صعيد حياتك بشكل عام هذا الشي غير جيد تجنب ذكرت الانقلب هني عندي تسعة لخماسيات برج السرطان عندك تسعة خماسيات سواء اتفقت معاي او لا التارو قاعد يقول لك ان تملك الكثير من الأشياء الجيدة في حياتك حاليا قاعدة تمشي حسب رغبتك تسعة باقي واحد باقي جانب معين اوكي باقي حلم واحد ممكن تلقص لي في جملتين انت كأنما قطعت شوط طويل في حياتك باقي لك اشياء معينة لحد الان ما حصلتها اهني في الثمانية قاعد تنظر الى الاشياء اللي ما تحققت مخلنها سبب تعاستك يقول لك التارو اعكس طاقتك انظر الى كل النعم الى الله سبحانه وتعالى لحد الان حققها لك ان انت عندك سقف وقراسك ان انت عندك اكل ان انت عندك لبس شرب بغض النظر هل هو مستوى باضخ من الاكل والشرب او مستوى بسيط يقول لك انظر الى نعمتك اذا ما قدرت تقدر النعمة اللي انت فيها سواء كانت كبيرة او صغيرة في بدايتها او وصلت الى نضوج ما راح تصل الى مرحلة تقدر تقدر فيها او تعيش فيها في حلمك لان انت هنا ما قادر تقدر فقدر الاشياء اللي عندك الحين بدون ان تجزع وتعيد التفكير في الاشياء اللي باتر شنو راح يصير اي وظيفة راح يوافقون عليه من اللي راح اتزوجه فهمت اخر كرت عندك اه عندك كرت القوة كرت برج الاسد اهني يقول لك اذا انت ما سيطرت على افكارك على طاقتك الخاصة على انت في وين قعد تستثمر طاقتك قعد تقضي وقتك تبكي على الامور اللي ما مشت حسب رغبتك لحد الان ولا قعد ترفع يدك للسماء وتحمد الله انه انا عندي وانا عندي وانا سعيد والحمد لله واللي الله يكاتب لي بصير اللي من مصلحتي بصير عندك اسد حيوان جامح هاي النوع من التفكير والافكار حيوان جامح لازم اتروضه لازم تكون بتوجه توجه الاسد توجه طاقتك افكارك اذا ما سيطرت على نفسك من داخل على استقرارك الداخلي ما راح تستطيع انه تسيطر على عشر الخماسيات حتى لو انت كنت موجود فيها الحن عشر الاكواب عشر الخماسيات لو توفر لك انت ما راح تقدر تسيطر عليه راح في النهاية تخسرها لانك ما ثبت نفسك داخليا وراح اسحب للكر تأخير تبع النصيحة اسك فور هيلب مثل الكرت اللي كان لبرج الجوزاء اتوقع اسأل او اطلب المساعدة what do you really need ماذا تحتاج فعلا بطبط ولكن انت رسالتك مختلفة كأنك هنا اسمعك في حديث جميل مع الله سبحانه وتعالى تحذف مع الله سبحانه وتعالى لما تتكلم مع الله راح تدرك النعم كلها اللي موجودة عندك والاشياء اللي لحد الان الاثنين بالمية الخمسة بالمية اللي لحد الان لم يتحقق وانت حاطلنك ما شماعة او سبب وعذر عشان ما تكون سعيد في حياتك كأنه هنا انت قاعد تطلب من الله يالله رزقني الذرية الزوج المحب الحب الوظيفة نسيت ان الله وصلك سبحانه وتعالى لمرحلة التسعة لمرحلة جميلة نسيت كل هاي الامور ما قاعد يتركز عليها اوكي واذا في امور معينة لحد الان ما حصلت عليها اطلب من الله سبحانه وتعالى انت هنا علاقتك مع الله اطلب من الله وكون جدا شجاع عندك الاسد شجاع ومتقبل انه دائما الشي اللي تطلبه من الله سبحانه وتعالى وما يحقق لك مو لان الله سبحانه وتعالى عاجز او بخيل او لا يريد ان يعطيك لان انت قاعد تطلب شي مو في مصلحتك الانسان جاهل هذا هي الحقيقة اللي كل يوم احنا نعيش فيها ولكن ما نواجه نفسنا فيها الانسان جاهل عندما اقول زوجني من فلان والد فلان ولا فلان والد فلان مو من مصلحتي الله سبحانه وتعالى ما يحقق كل الامنيات يا مناس طلبوا ان يتزوجون او يكونون مع شخص معين وصار لهم اللي في بالهم وفي النهاية كانوا تعساء في الزواج في النهاية حدث الانفصال الله سبحانه وتعالى يسوي اللي في مصلحتك بدل ما تدخل في هاي الدوامة الطويلة العريضة من زواج تعيس الى انفصال الى ابناء بدون شريك ثاني كل هاي الدوامة الله سبحانه وتعالى يختصرها عليك ثق بالله اطلب من الله ولكن ثق ان الشيء اللي تأخر عنك اما لانه مو من مصلحتك او اما لانه انت لحد الان على مستوى من مستويات يا برج السرطان مو مستعد له شكرا عزيزي برج السرطان